أكدت مصالح سونالغاز قيامها بتجنيد كل الإمكانيات من أعوان وفرقة تقنية لضمان جودة التزويد بالطاقتين سواء كانت كهرباء أو غاز وذلك منذ الوهلة الأولى من صدور النشرية الجوية الخاصة وقال المكلف بالأعلام والاتصال باسم مجمع سونالغاز خليل هدنة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه وتحسبا لأي طارئ وعلى إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي ميزتها رياح قوية وتهاطل كثيف للثلوج بالعديد من الولايات وحتى الآن ومع عطلة نهاية الأسبوع وضعية التوزيع عادية ومتحكم فيها بتسخير كل الوسائل والإمدادات المعتمدة أنفا دعيا في السياق ذاته الزبائن إلى الاتصال بمركز النداء على الرقم 3303 للاستعلام والإبلاغ عن أي عطب أو خلل أو انقطاع في الكهرباء والغاز